اهلا بحضراتكم من جديد لعبت على صارة الامير عبدالله الفيصر والحمد لله فوزنا وتأهلنا بنتيجة 31-21 الى مباراة دور التماني هنلاعبين في دور التماني هنلاعب سبورتنج ان شاء الله بعد شهر تقريبا يعني في شهر مارس هتبقى المباراة هناك في سبورتنج وسط جمهورها وملعبها المطش صعب لان المطش سبورتنج الاخراني في الدوري هناك انتهب التعادل فان شاء الله في رئيسنا تبقى مستعدة كويس وكون استفادت من مباراة سبورتنج اللي فاتت وبالمناسبة احنا كمان هنلاعب سبورتنج في الدور اللي جاي لان خلاص الدور الاول انتهى الدور الاول في الدور المحترفين انتهى الدور التاني هيبتدي بكرة ان شاء الله وهنبتدي مع اسموحة تاني انتوا فاكرين ان احنا اول الدور الاولاني كنا لعبنا مسموحة على ملعبنا وزعنا المباراة دي لحضراتكم الدور التاني هيبتدي بكرة وهيبقى اول مباراة برضو مع اسموحة بس في اسكندرية والماتش اللي بعد كده إن شاء الله هيكون مع سبورتي هيكون غالبا في صالة النادي الأهلي إن شاء الله هيبقى يوم خميس يوم 17 فبراير ماتش سموح هيكون في سكنديرا زي ما أردتكم على ملعب سموحها طبعا والنادي الأهلي دوقت في المركز الثاني براسيد 17 نقطة بفرق نقطتين عن الزمال لكن إن شاء الله الدور ده هيتقاهل أربع فرق من ستة للأدوار النهائية إن شاء الله النادي الأهلي منهم بإذن الله هنروح لكلة السلة يمكن تعرفين حضراتكم إن تم استدعاء سبع لعبين من منتخب مصر لمنتخب مصر كورت السلة اللي بمعسكر دلوقتي في برج العرب يمكن بعد وكابتن مدير فني روني راي اللي حضر من بلاده قادما كمدير فني المنتخب مصر بدأت تدريبات مع فرقته